هنا سأتحدث مع معاليك عن رؤية 2040 هذه الرؤية تقول أن مسقط حسب هذه الرؤية تكون عاصمة مدينة مترامية الأطراف كيف؟ من أين الميزانية؟ أيضا ما هي الخطط لتكون طبقا لهذه الرؤية؟ مسقط هي حقيقة مترامية الأطراف تمتد لمسافة 40 كيلو وأكثر على أطراف مختلفة تتميز بجغرافية متنوعة أيضا وأيضا بتاريخ سياسي وتراكم ثقافي عميق للغاية وأيضا قدرتها لربط بين المحافظات بشكل سلس نعتقد أن عمان من بين الدول التي تتميز ببنية تحتية متطورة للغاية وبالتالي هذه خلقة الوعاء أو البنية التحتية التي بنا عليها نبنق مختلفة أنشطة سياحية ولذلك مسقط هي واعدة وفيها مجموعة مقومات أكانت تراثية ثقافية مرافق إيوائية حديثة للغاية هناك خطة طموحة لتوظيفها بشكل أمثل بحيث أن تسمح لنا برفض قطاع السياحة بفرص العمل وأيضا المساهمة بشكل فعال في الناتج الكل السنوي بطبيعة الحال تركيز أيضا إلى بقية المحافظات فيما يتعلق بخطة تنمية سياحية المسقط تتشبع بشكل متدرج لأنه بطبيعة الحال كون العاصمة التركيز في الاستثمارات خلال الأربعين سنة الماضية كان داخل العاصمة الآن هناك توجه لإعطاء بقية المحافظات وفق الميزة النسبية لكل محافظة من المحافظات ولذلك النظر الكلية للقطاع السياحة تعتمد على استثمار هذه المزايا البيئية والتنافسية والموقع الجغرافي المتميز لعمان وأيضا تجربات السياسية العميقة عرفنا ومارسنا العولمة في عماننا قبل أن تخترع الكلمة كانت لعمان علاقات حضارية منتدة إلى الشرق والغرب والشمال والجنوب والأثر هذا لازال قايم ويتجلى في طبيعة المجتمع الثقافة القايمة الانصهار القايم الذي يبدو في كثير من التجليات أكان في الملبس أكان في الأكل أكان في الثقافة القايمة التراث المادي والتراث غير المادي كل هذا تمثل الإجماع الكل لميزة نفسية التي تتميز بها عمان